نحو 35 عاماً والعراق بمساحته الكاملة وسكانه وتفاصيل توزيعه الديمغرافي دون تعداد سكاني ربما تعتبر الفترة الأطول على مستوى العالم والتي تطرح تساؤل البسيط الذي يحتاج لإجابة مقنعة لماذا غابت تعداد طيلة تلك السنوات مع العلم أن تعداد عام 1996 لم يعتبر موثقاً بشكل رسمي نظراً لما يقول خبراء إنه لم يتضمن تعداد إقليم كردستان الأسباب التي تجيب عليها مصادر مختصة في وزارة التخطيط تعود إلى غياب الموازنة ليست الأخيرة منها بل تراكمات إعاقتها بفعل الأزمات السياسية المتكررة كما أن سنوات الحروب ضد الإرهاب والنزاعات التي مر فيها البلد ودخول الاحتلال الأمريكي في المعادلة التي أفقدت الاستقرار المؤسستي في العراق لفترة طويلة من الزمن عائق آخر يقف في طريق التعداد أسباب تقرأ بصمت وخفاء يكتبها نشطاء هنا وهناك تفيد بأن هناك نفوذاً يسيطر في مفاصل الدولة على محاولة التشويش على أهمية التعداد نظراً لما يخدمهم من منافع ريعية يقول بعضهم إنها تتعلق خصوصاً بموظفين فضائيين في دوائر الدولة المختلفة أرقام يرجحها باحثون تقول إن العراق يحتاج إلى نحو ثمانين مليون دولار أمريكي لتنفيذ عملية الإحصاء لما تحتاجه من فريق وأدوات فنية آخر تقديرات وزارة التخطيط والتي أعلن عنها في العام الماضي بأن عدد سكان العراق وصل إلى واحد واربعين مليوناً ومائة وخمسين ألف نسمة نسبة الذكور منهم وصلت إلى نحو خمسين بالمئة والإناث إلى نحو تسعة واربعين ونصف بالمئة بالمئة أما نسبة النمو سنوياً فبلغت اثنين فاصل ستة بالمئة ومع تسجيل نمو في العام الماضي بلغ مليوناً وربع المليون تقريباً فإن صقف النمو السنوي تخطى صقف المليون ولادة سنوياً حديث أكثر جرأة يذهب به مسؤولون خلف الكواليس إلى أن ملف التعداد قد تلعب به أطراف سياسية لا تريد إجراءه فيما يؤكد عديدون على ضرورة إجراء التعداد لأنه بحسب رأيهم سيجعل العراق في بداية طريقه للتنظيم المؤسساتي الذي يغيب عنه منذ عقدين من الزمن